العالم يستعد للاحتفال بقدوم عام جديد وتبادل التهنئة والأطفال ينتظرون هدايا بابا نويل ولكن هنا في قطاع غزة الوضع مختلف فهؤلاء الأطفال ينتظرون تساقط الصواريخ والقنابل التي لم تهدأ يوما منذ نحو ثلاثة أشهر وفقدوا بسببها أحباءهم ومع وضع إنساني كارثي يسود القطاع المحاصر الذي يناهز عدد سكانه مليونين وأربعمائة ألف نسمة يأمل هؤلاء الذين تركوا منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي والدمار وأصبحوا نازحين ومنهكين ويعانون من الجوع يأملون في إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تسبب في دمار واسع بالقطاع والعالم حيعت في الفعيد الميلاد وتشوفوا فرقيع وتشوفوا مهرجانات وأنا مهرجاناتي سواريخ أنا مهرجاناتي سواريخ براميل هاي أطفال تتدبح أمنياتي مع السنة الجديدة أنه يوقف الحرب ونرجع لديارنا نتمنى أن نخلص الحرب على خير ونكون يعني مناح وعايشين فيها حز وكرامة تكونوا مخالصة راس السنة هادة ونروح لما درسنا ونروح على بيوتنا نرجع لها نتمنى بسنة 2024 يعني تصلح كل شيء وترجع الحياة طبيعية زي ما كانت يعني ترجع الحياة زي ما كنا من الأول نرجع طبيعي نريد بس ونرجع ونتمشور وصنح لديوتي اللي تدمرت ضربة مدمرة ومعارك ضارية على الأرض ونزح متواصل ومساعدات إنسانية نادرة غير كافية ولا توجد أي بوادر لإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع الذي بات سكانه مع عام منصر مصابين بصدمة ومنهكين ويتكدسون على قطعة أرض تزداد صغرا آملين في إنهاء معاناة أتت على الأخضر واليابس ولكنهم لم يفقدوا بعد عزيمتهم في تحرير أرضهم ومقدساتهم من أيدي الاحتلال الذي ينزف كل يوم دما على أيدي المقاومة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر